بدأ ناشطون حراقيون حراكاً واسعاً يدف إلى الضغط على حكومة الكاظم من أجل الكشف عن مصير زمنائهم المخطوفين ويشمل الحراك وقفات ومسيرات في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة مع حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف ممارسات الميليشيات وتماهي السلطات الأمنية مع الجرائم التي ترتكبها وما زال عدد كبير من الناشطين والمتظاهرين مغيبين منذ تفجر التظاهرات مطلع شار تشرين الأول من عام 2019 وما تلاها إذ خطفوا على يد ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى أحمد برغيف بالكشف عن مصير سجاد العراقي وبقية المخطوفين ومحاسبة عصابات الخطف والترويع بدورها انتقدت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينام إجراءات الحكومة بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ومجموعات المسلحة على المتظاهرين والمنتقدين للمدة بين شهر تشرين الأول 2019 ولغاية شاري أيار 2021 موضحة أن إجراءات السلطات اقتصرت على بيانة الشجب والاستنكار وتشكيل هيئات ولجان تحقيقية من دون التواصل إلى نتائج واضحة البعثة الأممية التي توجه انتقادات من المتظاهرين لتنصلها عن تعهدات سابقة بشأن التظاهرات طالبت في تقرير نشرته على موقعها الألكتروني بتوفير الحماية للمتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من الساعين إلى التعبير عن حقوقهم مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أي شخص معرض لخطر العنف المتوقع من الجهات الفاعلة غير الحكومية أو البنيشيات المسلحة سلسلة طويلة من المغيبين بحّت أصوات من يطالبون بإطلاق سراحهم أو أسكتت بأعمال الاغتيال أو بإلحاقهم بقائمة المغيبين في حين تبدو السلطات الأمنية والقضائية صامتة عجزا أو تواطئا إزاء هذه الجرائم التي تشكل عينة من الواقع المزري الذي يعيشه العراقيون اليوم ترجمة نانسي قنقر